تفتكر لو غير نشاكة البستم وخلينا مربع حد الموتور هيشتغل؟ ولا هيبقى كأنك بتحاول تشغل عربية بمجعب روبيت بجد يخليك معاه للآخر لأنك هتشوف العجب وكمان هتعرف كل حاجة بالتفصيل قبل ما نبدأ ادعمنا وانزل دوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وفعل الجرس وخليك دايماً أول واحد تشوف الفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ زي ما كلنا عارفين أي موتور بيشتغل ببساطة مدائرية وأصلاً ده الطبيعي وعمرنا مشوفنا غير كده ودلق إن الشكل الدائري هو الأمثل عشان الضغط والتزييد وكمان الاحتكاك وكل الحسابات اللي العلماء بتاع بو كروم بيكتبوها في كتب الفيزياء بس فريق جرش 54 قاله طب ما نجرب لما نخليش البست مربع ونشوف وحقيقي ما فيش مهندس عائل ممكن نفكر في حاجة زي كده أصلاً عشان تنفذ حاجة زي كده قدام الخيارين إما إنك تعمل محادة جديد من الصفر أو إنك تعدل على محرك عادي طب إزاي؟ أول حاجة هتعمل السيلندر وده اللي هيكون من الخارج على شكل دائري هو أخذ شكل الاصطنات الأصلية فطبعاً الفريق عشان يعمل كده جاء باصطوانة من الألمونيوم قطرها نفس قطر السيلندر الأصلي بياخدها على سين سي ميلنج ماشين اللي هي مكينة الفريزة بس دي بتشتغل بالليزر فأول حاجة بيعمل التصميم المربع واللي بيكون فيه كيرفز من الجناب وبيزبط الأبعاد وإعدادات المكينة وبيبدأ يقطع وطبعاً السين سي مفيش أحسن منها عشان تطلع فينيشينج ممتاز فبعد ما بيخلص أول سيلندر ده بيكون شكله طبعاً الفينش بتاعه ممتاز وهنا تم القطع على مرة واحدة حرفياً الخلوص هنا يعتبر سمك الشعرة الوقت اللي خليته سطوانة واحدة عشان تتقطع هو أربع ساعات ونص فعلى طول بيقطع الباقي ودول الأربع سيندرات وبرضو يقطع البساتم المربعة وبيجربهم في بعض وهنا الخلوص ممتاز جداً بس ده مش كفاية لإن لسه فيه شغل كتير صعب جاي زي سنتر تلبساتم وتحديد الارتبعات الصحيحة فيلا بينا عشان هيعمل عمليات تقطيع كتير أول حاجة بيدخل على الفريزة بس المرة دي بألم قطع عادي وهنا بينحبت الحفة العلوية عشان يعرف يثبت السيندرات كويس وكمان تكون محكمة فبيعمل كده في الأربع سيندرات بعد كده بيجيب الكوننكتينج رود وبيبدأ يأخذ المقاسات بتاعته وكمان بيأخذ مقاسات السيندرات الجديدة وكل ده عشان يعرف هيقطع فين في البستم المربع فعشان يعمل كل حاجة بشكل صح هيركب عمود الكرانج وهيركب كوننكتينج رود واحد بعد كده هيقلب المحرك وهيبدأ يأخذ مقاس العمر ولكنه بيلاقي إن فيه مشكلة هي إن كده البستم هيكون المسافة ما بين المركز بتاعه والسطح هو 6 ملي متر بس وده رقم قليل جدا وده بسبب إن كوننكتينج رود طويل لكنه بيقدر يشتغل على كده وهو هتزبط الدنيا فعلى طول بيأخذ البستم وبيطلع الفريزة وبيقطع في البستم بعد كده بيكرر إن شيستخدم حلقات معدنية هيستخدم حلقات مططية لإن الحلقات المعدنية هيكون صعبة تشكيلها وطبعا هو بيقول إن استخدمها قبل كده بس هنشوف لكني مش متفاعل بيها فبعد كده بيأخذ البستم على الدريل وبيقطع فيه من تحت عشان يعمل المكان اللي يتركب فيه كوننكتينج رود وطبعا بيقرر العملية دي في الأربع بساتم بعد كده بيرجع عشان يختبرهم لكنه بيلاقي مشكلة عمود الكرانك بيغبط في السيلندر فبيبدأ يقطع فيه من تحت على شكل دائري عشان يشيل الأماكن اللي بيغبط فيها بعد كده نرجع تهدل البستم أول حاجة بيعمل مكان توصيل الكوننكتينج رود وبيقطعه على الدريل وكل حاجة تمام لكنه بيلاقي ان البستم بيغبط في عمود الكرانك فبيقطع فيه من تحت على شكل دائري وده بيكون شكله بعد كده بيقطع المجرى اللي هيتركب فيها حلقات المطاط وبكده بتكون كل حاجة انتهت وجهزها للتجميع فعلى طول بتبدأ عملية التجميع طبعا بلوكة المحرك زي ما هي موجودة فأول حاجة يركبه على السيلندرات المعدلة وهيركبه الكوننكتينج رود في البساتم المربعة وبيسقطه البساتم دي واحدة ولا الثانية وبيجرب تحريك السيلندرات وكل حاجة شغالة بسلاسة لكن بيكون فيه مشكلة صغيرة هي انه لما جرب يركب راس المحرك لان السمامات بتغبط في السيلندرات من الجوانب فبدأ يعلم على الاماكن اللي بيخبط فيها وبدأ يبرد كل الاماكن دي بعد كده ركب راس المحرك وكل حاجة بقت تمام فطبعا كمله تكميع في باقي اجزاء المحرك ركبه مضاخر الزيت وكمان حود الزيت وخدروا المحرك وركبوها عربية وعبو زيت للمحرك وبكده يبقى كل حاجة جاهزة عالتشغيل فتعالوا نشوف المحرك بيشتغل بسلاسة لكنه مش بيدور فهنا المشكلة غالبا في ضغط السيلندرات فعلى طول بيجربوا ضغط السيلندرات وبيلقوا ان ضغط السيلندرات هي 4605 يعني فيه سيلندر مش بيضغط اصلا ودي مشكلة كبيرة فبيقرروا انهم يشيلوا راس المحرك ويشوفوا الحلقات المططية هل هي بتعمل ضغط كويس ولا لا ففي النهاية بيقرروا انهم هيضيفوا حلقة كمان لكل سيلندر يعني كل سيلندر هيكون فيه حلقتين وده هيزود الفعلية اكتر فبيرجعوا يركبوا المحرك تاني وبيجربوا يشغلوه وتعالوا نشوف فعلا المحرك بيشتغل ودي مفاجأة كويسة جدا المحرك بيشتغل لكنه بيخرج ضخان كتير وكمان فيه صوت تكتكة بس المهم ان المحرك يشتغل فعلى طول بياخد العربية عشان يجربها والعربية بتتحرك معاه بكل سلاسة بس برضو لسه فيه ضخان كتير فبيبدأ تحرك بها شوية في السوارع والحقيقة ان دي تغربة ممتازة جدا لكنها لسه عايزة تطور كتير بعد ما بيخلص بيرجع قدام الورشة وبيكون عاوز يعمل بيرناوت وبيتجرب وفعلا المحرك بيشتغل كويس لكنه اكيد مش قوي جدا فلما بيخلصوا بيرجعوا تاني بالعربية عشان يشوفوا حالة المحرك اول حاجة بيشيلوا رأس المحرك بيلاقوا ان حالة البساتم والسرندرات كويسة ولكن فيه اثار لحريق وزيد كتير على ما يبدو ان الحلقات المطاطية دي ما عملتش اللي عليها بعد كده بيبصوا على البساتم وفعلا بيلاقوا ان الحلقات المطاطية دي تحرقت انا من البداية كنت عارف ان ده هيحصل هي اكبر ممكن تنفع بس لازم الخامة بتاعتها تكون مخصصة لكده طب ايه بقى الخلاصة والدروس المستفادة من التجربة دي الحقيقة التجربة كانت مليانة مفاجئات المطور اشتغل والعربية مشت لكن حلقات المطاط فشلت انها تعمل دورها والضغط كان ضعيف وتسريب الزيت كان عالي لكن البسط المربع كان ادها واشتغل وده في حد ذاته تجربة تستحق التقدير تجربة اثبتت ان فيه حاجات ممكن تمشي بالعافية بس مش بمعايير الاداء والاعتمدية فهنا بقى بيجي السؤال هل في المستقبل ممكن يشوف محركات بسلندرات مربعة اللي حصل هنا مش مجرد تجربة تزار دي كانت محاولة علمية لعادة التفكير في شكل اساسي من اشكال الميكانيكا بس هل ممكن يبقى فيه محرك عملي بمكابس مربعة بالنسبة كبيرة لا لان هيكون فيه خسارة في الضغط والتآكل والتسريب كل دي حاجات تمنع استخدام الفكرة في الواقع بس التجربة دي علمتنا كتير ان احنا لازم نفكر برد الصندوق حتى الافكار المجنونة تستحق التجربة العلم مش دايما صحي بدزبط 100% دايما فيه مجل الجنون شكرا انككملت الفيديو لحد هنا لو الفيديو عجبك وانساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة وابعت الفيديو ده لصحبك الى دايما بيقولك انا عندي فكرة مجنونة للعربية اشوفكم الفيديو اللي جاي سلام